شهريا الهيئة تواجه 35 مقال تشويه وتضليل وقت اللي نعمل جلسة استماع علنية يرتفع النسبة هذية ترتفع إلى 95 مقال شهري متع التضليل وتشهير السيد عنده حق أنه يقول أنه ممكن إنسان عادي لا يتحمل التشويه والمسم الأعراض والمسم الشرف صعب أنه عبدي تحمله لكن أحنا شو نقوله أنا عندي يقين أنه مش أنا شخصي هو المقصود المقصود هو العدالة الانتقالية المقصود هي هيئة الحقيقة والكرامة واستقلالية قرارها والمقصود هو كشف الحقيقة إذا كان الهيئة تسطرت عن الحقيقة هنا نلنا رضاهم هالناس هذومة اللي شوهوا فينا يوميا تهمونا بجميع التهم وقت اللي أحنا بدينا نغوصوا في ملفات الفساد المالي وبيدينا نكشفوا على الفساد المالي تهمونا بالفساد جيد وقت اللي بدينا نقوموا بأعمال التقصي في انتهاكات الاستبداد تهمونا بالاستبداد يعني هذه تهم مردودة لأنه لا ترتكز على حتى واقع ولا حتى فعل ترتكز على تهم تطيش هكاكة معناها بشكل يعني معناها فيه استخفاف كثير أنا عندي يقين أن المقصود ليست رئيسة الهيئة ولكن عمل الهيئة بذاتها